اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعن المرابطين وعن دولة المرابطين وعن مؤسس دولة المرابطين وكيف تكونت دولة المرابطين وكيف حكمت مساحات شاسعة في بلاد المغرب وافريقيا ثم كيف دخل المرابطون الى بلاد الاندلس واستمر المرابطون ودافعون عن مدن الاندلس لفترة طويلة حتى قامت بعض الثورات في بلاد الاندلس بسبب تحفظات على نظام الحكم وكانت هناك كما ذكرنا دوافع ربما سياسية في بعض الاحوال وربما عصبية للجنس والقبيلة ونحو ذلك على المرابطين حتى سقطت دولة المرابطين كما ذكرنا لكن من باب الانصاف لابدنا ان نذكر بعض المآثر التي احدثها المرابطون في بلاد الاندلس لا شك ان المرابطين تركوا اثرا طيبا في بلاد الاندلس وان لم تطل فترة حكمهم لكن لو استعرضنا سريعا احوال الاندلس في ظل حكم المرابطين نلخص المآثر والانجازات التي احدثها المرابطون في الاندلس في بعض النقاط التالية اولا ازدهار الحركة العلمية والفكرية في الاندلس في عصر المرابطين ازدهرت الحركة العلمية والفكرية والثقافية في الاندلس في عصر المرابطين برز كثير من العلماء والفقهاء والاذباء في عصر المرابطين في بلاد الاندلس وكثير من العلماء ذا عصيته واشتهر في ظل حكم المرابطين من أشهر العلماء الذين برزوا في عصر المرابطين في بلاد الأندلس القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى وهو صاحب كتاب العواصم من القواصم من أشهر الكتب ومن أمتع الكتب التي دافعت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعن بني أمين فالقاضي أبو بكر ابن العربي ولد في إشبيلية سنة 468 هجريا في البداية تعلم في بلاد الأندلس ولد في إشبيلية وتعلم في بلاد الأندلس ورحل مع أبيه بعد ذلك إلى مدينة بغداد وتعلم في مدينة بغداد ثم رحل إلى مدينة دمشق ثم إلى بيت المقدس ثم ذهب إلى مكة ثم إلى مصر ومات أبوه بمدينة الإسكندرية مات أبوه بمدينة الإسكندرية ثم عاد أبو بكر بعد ذلك إلى مدينة الأندلس عام 491 هجريا عاد إلى الأندلس عام 491 هجريا ويعني أسهم أبو بكر وغير من العلماء في ازدهار الحركة الفكرية والثقافية في بلاد الأندلس في عصر المرابطين كذلك من العلماء القاضي عياض وهو من العلماء المعروفين المشهورين ولد بمدينة سبتة سنة 476 هجريا درس وتعلم في قرطبة ومرسية ثم عاد إلى سبتة مرة أخرى وتولى فيها القضاء ثم انتقل بعد ذلك سنة 531 إلى الأندلس وبالتحديد إلى مدينة غرناط انتقل بعد ذلك من المغرب عاد إلى بلاد الأندلس وبالتحديد إلى غرناط سنة 531 هجريا وتولى فيها القضاء في عصر المرابطين في الأندلس كان العلماء يتمتعون بقدر كبير من النفوذ بسبب أن المرابطين أعلوا من شأن العلماء في بلاد الأندلس وأكرموهم وأغضقوا عليهم كثيرا من الأموال حتى اشتهر العلماء في بلاد الأندلس في عصر المرابطين بالصراء والغنى العلماء كان لهم مرتبات عالية جدا من المرابطين فمن مآثر ومن محاسن المرابطين أنهم كانوا يرفعون من شأن أهل العلم ومن منزلة أهل العلم الموضوع ده موضوع مشهور جدا في كتب التاريخ وتحدث كثير من العلماء والمؤرخين عن أحوال العلماء في فترة حكم المرابطين في بلاد الأندلس وفي بلاد المغرب أيضا لكن نحن نتحدث بالتحديد عن بلاد الأندلس في هذا الصدد يتكلم يقول محي الدين في كتابه المعجب في تلخيص أخبار المغرب يقول وفي عهد علي بن يوسف بن تشفين نحن عندنا يوسف بن تشفين ده اللي كلمنا عنه وده اللي كان في معركة الزلاقة وده بعد كده اللي كان في حصن الليد في الحصار المعروف وهو ده بعد كده الذي توجه بالجيوش إلى بلاد الأندلس من بلاد المغرب وقام بعزل الملوك الطائف ابنه اسمه علي فهنا وحي الدين بيتحدث عن بعض الأمور في عصر علي بن يوسف يقول في عهد علي بن يوسف بن تشفين عظم الفقهاء وانصرفت وجوه الناس إليهم فكثرت لذلك أموالهم واتسعت مكاسبهم أمر العلماء على وارتفع في عصر المرابطين لا سيما في عصر علي بن يوسف بن تشفين رحمه الله ابن الأسير كذلك في كتاب الكامل في التاريخ يتحدث ويقول في عصر علي بن يوسف ازداد في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند استماع الموعظة ويؤثر كذلك عن علي بن يوسف أنه كان لا يقطع أمرا في الدولة إلا بمشاورة أربعة من الفقهاء علي بن يوسف ما كانش ياخد قرار في الدولة إلا لما بيستشير على الأقل أربعة من الفقهاء فلا يقطع أمرا حتى يعود إلى أهل العلم طبعا ده لم يقتصر على علوم الشريعة فقط يعني احنا اتكلمنا عن جزء واحد بس أو قسم واحد من أقسام العلوم وهم يعني علماء الشريعة وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين الإسلامي لكن لما نتكلم بشمولية حلا أن الأندلس ازدهرت في بعض النواحي الأخرى في عصر المرابطين فعاشت الأندلس كذلك نهضة يعني علمية في شتى الفنون المختلفة وليس في علوم الشريعة فقط كالأدب والطب والزراعة ونحو ذلك بل تركت دولة المرابطين أثارا معمارية وحربية تدل على سمو حضارتهم عند الفترة الزمنية ما كانتش كثير يعني ما حكموش مئات السنين مثلا في الأندلس لكن الفترة الزمنية اللي هم حكموا فيها بلاد الأندلس يعني تركت أثارا حربية وعسكرية وحضارية ومعمارية تدل على سمو حضارة المرابطين في بلاد الأندلس أقاموا كثيرا من المساجد في بلاد الأندلس أقاموا الأسوار الحصينة حول بعض المدن لا سيما التي تتعرض من حيل لآخر لهجوم من الممالك النصرانية فأقاموا صورا حول قرطبة وأقاموا صورا حول مدينة إشبيلية وقاموا ببناء القلاع والحصون المنيعة من أشهر قلاع المرابطين في الأندلس قلعة من تقوت قلعة من تقوت قلعة دي لها آثارها موجودة وتدل على الحضارة وتدل على الإنجازات التي أحدثها المرابطون في بلاد الأندلس كذلك من مآثر المرابطين في بلاد الأندلس أنهم رفعوا على ملجهات نحن تكلمنا عن عصر ملوك الطوائف وهو سبق عصر المرابطين وقلنا كان في نزاعات بين ملوك الطوائف وفي اختلاف بين ملوك الطوائف ويقتل بعضهم بعضا لكن لما ذهب المرابطون من بلاد المغرب سواء في المرة الأولى أو الثانية كان دايما يوسف ابن تشفين بيحرد ملوك الطوائف على الوحدة وعلى التوحد وعدم الاختلاف وعدم الوقوع في فرقة لأن هذا يؤدي إلى الضعف فرفع المرابطون علم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في بلاد الأندلس وقاموا بالدفاع عن المدن الأندلسية لفترات طويلة والوقوف أمام التمدد النصراني الذي كان في بعض المناطق والأقاريم في بلاد الأندلس طبعا هو الجهاد أصلا من الأسس التي قامت عليها دولة المرابطين حتى المسمى جاء من الرباط وكانوا في البداية كما ذكرنا يقيمون على الحدود ويدافعون عن الثغور ويرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى يدوافعون عن حدود الأراني الإسلامية يعني هي الدولة انطلقت أصلا من شعار الرباط وهو الجهاد والمرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى لذلك لعم المرابطون يعني دورا كبيرا جدا في بلاد الأندلس قبل أن يدخلها بعد ذلك الموحلون رغم أن في ثورات قامت في بلاد الأندلس على المرابطين كان في تحفظات أحيانا على بعض الشخصيات من المرابطين إلا أن المرابطين بالفعل ساهموا في صناعة الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس لا سيما في المدن الكبرى كمدينة قرطبة كمدينة إشبيلية ويكفيهم شرفا أنهم في وقت عصيب جدا كادت أن تغرب شمس الإسلام في بلاد الأندلس فبدخول المرابطين أشرقت شمس الإسلام مرة أخرى في بلاد الأندلس فإحنا عندنا ملوك الطوائف إحنا قلنا أن عصر كان صعب جدا 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 ذل وهوان وضعف وهزائم متتالية لكن مع دخول المرابطين إلى بلاد الأندلس بفضل الله تبارك وتعالى عادت شمس الإسلام لتشرق من جديد على بلاد الأندلس ورفعوا علم الجهاد كما ذكرنا وضحى كثير منهم بأرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى فالمرابطون لهم إسهامات كبيرة جدا في الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس لكن في النهاية الدول لها أعمار كأعمار بني آدم سقطت دولة المرابطين كما ذكرنا ثم بعد ذلك دخل الموحدون إلى بلاد الأندلس مشاهدين الكرام كانت هذه إطلالة سريعة حول الأندلس في ظل حكم المرابطين ونستكمل قصة الأندلس في حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى دمتم في خير وألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة